أكدت مصادر أمنية أن قوات البشمرقة أنهت حفر خندقها الأمني والذي يبدأ من حدود محافظة دوهوك وصولا إلى الحدود السورية لقطع الطريق أمام القوات الاتحادية التي تريد الوصول إلى منفذ فيشخابور من الجهة العراقية المصادر قالت أن البشمرقة مستمرة في تحشيد قواتها بالقرب من قرية المحمودية آخر نقطة قبل الحدود العراقية السورية لكنها أكدت أن القوات العراقية وصلت إلى منفذ فيشخابور عن طريق الجانب التركي وتوغلت إلى الأراضي العراقية لمنع وصول البشمرقة أو تحشدها في النقطة المقرر الوصول لها